السلام عليكم معكم عبد المجيد شلتود أستاذ اللغة الإنجليزية للصفة الثامن من التعليم الأساسي ناخدوا مع بعض اليوم درس كيف نركبوا جملة بيش فيفتي بيش فيفتي درس كيف نكون محادثة في حالة زمن هل سبق لك أن ذهبت إلى لبنان هل سبق لك أن ذهبت إلى لبنان هل سبق لك أن ذهبت إلى لبنان قلنا الحصة اللي فاتت إن إحنا لو نسأل شخص عليه ما إذا كان ذهب إلى مكان معين فيكون السؤال هل سبق لك أن ذهبت هل سبق لك أن ذهبت هل سبق لك أن ذهبت إلى لبنان لا لا أستطيع أن ذهبت إلى لبنان لا لم أذهب لم أكن هناك أبدا لم أكن هناك أبدا لم أذهب إلى لبنان قطعا أبدا لو هو مشاه شن هو الممكن السؤال اللي ينسأله شن هو الممكن السؤال اللي ينسأله لو هو فعلا مشاه ماذا فعلت هناك ماذا فعلت هناك هو قال لك هل سبق لك أن ذهبت إلى لبنان لو هو ممشاش سأله لو هو ممشاش شن هو السؤال اللي ممكن ينسأله تاني Would you like to go هل تودوا أن تذهب Would you like to go السؤال هذا في احتمالين إنه هو يبي فعلا يمشي يقول Yes, I'd love to Yes, I'd love to نعم أود ذلك أو No, I'd rather go to Japan No, I'd rather go to Japan يعني لا أفضل الذهاب إلى اليابان أعوضا عن لبنان No, I'd rather go to Japan هنا نلاحظ حاجة asking about time in the past present perfect and past simple tenses Have you ever been to France لاحظوا السؤال هنا Have you ever been to France The question is about any time in the past لما منسألوا على حدث معين صار في الماضي لكن بدون تحديد الماضي هذا أمتا بدون من حديدوا موعد الذهاب مثلا لما منسألوا على الماضي فقط Have you ever been to France هل سبق لك أن ذهبت إلى فرنسا يعني في خلال حياتك الماضية كلها هل سبق لك أن ذهبت إلى فرنسا لاحظوا هنا محددناش نقطة معينة في الماضي سألنا على الأعوام الماضية من عمرك كلها هل سبق لك أن ذهبت إلى فرنسا Have you ever been to France The question asks us about any time in the past The question asks us about any time in the past السؤال هنا بيسألك عنه على أي وقت في الماضي أي وقت يعني بدون تحديد الوقت The verb is in the present perfect tense لاحظوا هنا Have you ever been been هنا اللي هو في البست participle present perfect tense يعني في زمن المضارع التام لكن لو منحددوا الوقت بالظبط لاحظوا هنا في الإجابة Yes I went there last year Yes I went there last year هنا في الإجابة هو حدد الوقت حدد الوقت فاستعمل البست symbol لما نحددوا الوقت في الإجابة نستعمل البست symbol Yes I went there last year Last year هنا حددنا بها الوقت أمتى العام الماضي Yes I went there last year نعم لقد ذهبتوا العام الماضي فاستخدمنا البست symbol بدل البرزنت دافت The answer talks about a definite time in the past The answer talks about a definite time in the past يعني الجواب هنا يخبرنا عنه وقت محدد وقت محدد فاستخدمنا البست symbol لما نحددوا الوقت فاستخدموا البست symbol The verb is in the past simple tense الفعل هنا جانا في الماضي البسيط لأننا حددنا الوقت يعني من قدروش نقولوا Yes I been there last year No مجيش من قلوش Yes I been there last year No من استخدموش لبرزنت بارفك لما نحددوا الموعد من استخدموش لبرزنت بارفك لما نحددوا الموعد ولكن نستخدمو البست symbol استخدموش لبرزنت بارفك لبسيط لدينا مجموعة أفعال في البرزنت في الانفينتف وعننا هنا مجموعة أفعال في البست تنس يعني في زمن الماضي البسيط وهنا عنا في البست participle يعني في التصريف الثالث للفعل فكل فعل هنا نحوولوه 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 فعل ببست symbol بعد تالي نحطو البست participle عندنا مثلا الفعل إيت شن هو البصد متاع إيت من خلال البكسس هنا شن هو البصد متاع إيت متاع إيت هل هو ريدن؟ هل هو غون؟ نعم، إنه إيتن إيتن، نعم الفعل، البصد متاع الفعل إيت اللي هو إيت المشكل لمنغ البصد متاع الفعل إيت اللي هو إيت مرحب، المشكل لفعل إيت، شن هو البصد متاع الفعل إيت؟ نشوفو من احنا هل هو بين؟ هل هو ريدن؟ نعم هل هو ايتن ايتن اوكي تو عنا الفعل رايت الفعل رايت شن هو البستنس للفعل رايت هل هو سو؟ هل هو روت؟ نعم نعم رايت رايت اللي هو هادا رايت رايت البست برتسل بمتعل فعل رايت اللي هو هل هو بين؟ سين نعم 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 رايت رايت اوكي سي سي البستنس للفعل سي اللي هو من خلال البوكسة هنه هل هو واز؟ هل هو وينت؟ نعم سو سي سو البست برتسبل للفعل سي اللي هو من هنين شوفوه اللي هو سين سين رايت الفعل رايت الفعل رايت البستنس متاعه اللي هو روت 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 البست برتسبل متاعه من هنه اللي هو ريتن ريتن نعم نعم لدينا الفعل بي هنا فعل الكينونة يكون بي اللي هو البست متاعه اللي هو يكون يا إنا واز لو بنتكلموا عليه شخص سينجولر مفرد يكون مثلا اي واز انا كنتو اي واز لو بنتكلموا على مجموعة نعم وي أو ذي نقوله وي وي وير يعني كنا أو ذي وير يعني كانوا واز فعنا الفعل اللي هو بي اللي هو عنا البستنس متاع واز لو الشخص هذا سينجولر مفرد أو وير لو لو ببل لو هما مجموعة يعني بلورال يا البست برتسبه اللي الفعل بي اللي هو بين توعنا الفعل جو الاخير البست متاعه اللي هو وينت جو يذهب وينت ذهبا البست برتسبه اللي هو عنا جن جن أو زي ما قلنا بين 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 لو شخص هذا ذهب وعاد يعني الجو اللي عنا الفعل جو عندنا زوز بست برتسبه اللي هو جن ون بين ما تكون تشوفة لما تكون تشوفة لما تكون قطرق 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 تشوفة وار Ling ات بلورال قطرق بلورال هذا عن وان درس هو عبارة عن ريدنغ هو عبارة عن صونغ نقراها مع بعض ونفهموا معاني الكلمات ونعرفوا كيف استخدم لبريزنت بارفكت هنا فوزي و سارا اتشهدوا في كل مكان عددوا جدا لهم قذروا بس развитияهم يعني فوزي و سارا ذهبوا إلى كل مكان يعني هما شني كتبوا أغنية على رحلاتهم هنا بدايتها لقد ذهبت إلى إنجلترا وذهبت إلى فرنسا لاحظوا هنا هي اختصار لأي هاو لقد ذهبت إلى إنجلترا وذهبت إلى فرنسا ذهبت لأن لقد ذهبت إلى فرنسا لأن لقد ذهبت إلى فرنسا عادوا هم ذهبوا لكنهم عادوا لقد ذهبت إلى إنجلترا وذهبت إلى فرنسا لقد ذهبت إلى أستراليا أيضا لقد ذهبت إلى أستراليا أيضا لقد ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى فرنسا لقد ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى اليابان لقد ذهبت إلى أمريكا وذهبت إلى فرنسا ماذا عنك؟ ماذا عنك يعني ماذا عنك؟ لقد ذهبت إلى الهند وذهبت إلى عمان ذهبت إلى الهند وذهبت إلى عمان وذهبت إلى عمان وذهبت أيضا إلى أسبانيا ذهبت إلى أفريقيا وذهبت إلى ويلز إليها دولة أقوى إينجلسة أغلت إلى أفريقيا وأغلت إلى ويلز لكني أتبه مرة أخرى لكنني الآن قد عدت إلى البيت لكني أتبه مرة أخرى هو حتى من غير ما يقول إنا لكني أتبه مرة أخرى من خلال لكلام لأفريقيا وأغلت إلى ويلز لاحظوا هنا بين تعني إنه واند اخرى لكنني عدت إلى البيت الآن ذهبت في صاروخ اللي هو هذا روكت اللي هو صاروخ أو مكوك فضائي لحظوا هنا في داخل الروكت واستخدم الان مع البروت اللي هو القارب يعني ذهبت في مكوك فضائي وذهبت أيضا في القارب وذهبت أيضا على متن طائرة لحظوا البروبزيشنز هنا استخدم إن مع الروكت اللي هو يعني في داخل المكوك الفضائي استخدم البروبزيشن إن في ذهبت وفي صاروخ بعد ذلك استخدم البروبزيشن عن يعني على متن القارب عن البوت نستخدمولها البروبزيشن عن بعد ذلك استخدم البروبزيشن إن استخدم البروبزيشن إن اللي هو في الطائرة وكذلك ذهبت عالمة الطائرة أو في الطائرة ذهبت حول العالم أو جبت العالم وذهبت إلى القمر لكنني الآن قد عدت إلى البيت لكنني الآن قد عدت إلى البيت ذهبت أيضا إلى الشاطئ وذهبت إلى البحر هل ستذهب معي؟ أنا أذهب إلى البيت و أنا أذهب إلى الطائرة مرحباً أنا أذهب إلى هنا يعني سوف أذهب إلى البحر و أنا أذهب إلى الطائرة وسوف أذهب إلى المزرعة هل ستأتي معي؟ هل ستأتي معي؟ هل ستأتي معي؟ يمكن أن تقرأ الأغنية مرة تانية تفهم معانيها وبعد تالي تدير الكلمات تحطها مع بعض في جروبز يعني مثلا تجيب روكت روكت اللي هي ترانسورت ماشينز روكت بوت قلين محطوها مع بعض نجيب مثلا الكاونتريز اللي هما أغلاند فرانس أستراليا جابان أمريكا محطوها مع بعض لإنديا سبين هنا محطوها أمريكا محطوها مع محطوها مع محطوها مع معالم طبيعية محطوها 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 هذا بالنسبة لدرسنا اليوم أتمنى من الله أن تكونوا قد استمعبتموه وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر